بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن الصيئات وأشهد أن محمدًا عبده ورسول المغين بالآيات البينات والمعجزات الباهرة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه لو المناقب والكرمات وسلمك سريما كثيرا أما بعد أيها الناس انتقوا الله تعالى وتوبوا إليه واستغيروا إليه واستغفروه اعلموا عباد الله أن الظنوب والمعاصي هي سبب هلاك الأمر وهي سبب فساد البل والبحر وهي سبب العقوبات والنكبات فمن الذي أرسل الطوفان على قوشه ومن الذي أرسل البيحة العقيم على قوم عاد ومن الذي أرسل الصيحة على ثمود ومن الذي أرسل الضلة على قوم شعيد ومن الذي خسف الأرض على قوم بقوم لوط ورجمهم بالحجارة ومن الذي أهلك الأمم السابقة إلا الظنوب والمعاصي يا عباد الله قال الله سبحانه وتعالى فكلما أخذنا بدمجه فمنهم من أخذته الصيحة فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون عباد الله وإن علاج هذه الدروب وهذه المعاصي يسير على أن يسرق الله عليه ألا وهو الحوبة والاستغرق فإن الله سبحانه وتعالى أمره من تستغفروه فقال يستغفروه وتقوه إليه وقال سبحانه وتعالى من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله أمورا رحيما قال سبحانه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلم أرسلهم لكروا الله واسطغفروا لذنوب ومن يغفر الدروب إذل الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون وقال سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرقوا على أرسلهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الدروب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيقوا إلى ربكم وأسرموا لكم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا فالتوبة والاستغفار يكفر الله بهما الذنوب والسيئات إذا بادر العبد وبادرت الأمة بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار والاستغفار شعار النبيين والصديقين والصالحين فهذا هذا بالأبوان عليهما السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الفاسرين وهذا نوف عليه الصلاة والسلام قال وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الفاسرين وهذا موسى عليه السلام لما قتل النفس قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم وهذا نبيلنا صلى الله عليه وسلم كان يكفر من التوبة والاستغفار قال صلى الله عليه وسلم إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرت رواه المخاري ورواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من مئة مرت وتذلك الصالحون من عباد الله الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلم وأنفسهم أكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفروا لذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزائهم مغفرة ربهم وجنات فير من تحتها لأنهار خالدين فيها ونعمات العابرين والله والله جل وعلا يقول في الحديث الكنسي الذي رواه مسلم وغيره يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم إذن فالتقصير إنما هو منا فالواجب علينا ودنوبنا كبيرة وخطايانا كبيرة الواجب علينا أن نتوب إلى الله قوة صحيح والاستغفار يأتي حتى بعد الطاعات إذا حصل فيها تقصير لأن الإنسان عوة للنقص فيأتي في أدبال الصنوات الخمس كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الفريضة استغفروا الله ثلاثا وهو متوجه إلى القبلة قبل أن ينصلك إلى أصحابه ويختم به الحج قال تعالى ثم أبيضوا من حيث أقاب الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم والاستغفار يختم به قيام الليل قال سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات وعيون آخرين ما آتاه ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وبالأسهار هم يستغفرون قليلاً من الليل ما يرجعون وبالأسهار هم يستغفرون يغفرون قيام الليل بالاستغفار والاستغفار يختم به العمر فينبغي لمن كبرت سنه أن يكثر من الاستغفار فالله جل وعلا أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في ختام عمره أن يستغفر ربه قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه فسبح لحمد ربك واستغفرهم إنه كان ثواراً فكان صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة إذا ركع في صلاته يقول سبحانك اللهم وبحمد اللهم أخبره قالت عائشة رضي الله عنها يتأول القرآن يعني يفسر القرآن فواجب علينا جميع وذنوبنا كبيرة ومعاصينا لا تعد لو أنك جلست تعدد معاصيك وسيئاتك ما أظنك ستأتي عليها ولكن الاستغفار الاستغفار يكثر الله به السيئات وإن كدرت والضنوب وإن عظمت فواجب على المسلمين جميعاً أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا إلى الله ليكشبا ما حل ويحل بهم من الشدائل والقربات فإنه لا ملجأ من الله إلا إليه وما أصابه من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعرف عن كثير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم وعلى الأفراد كل فرد أن يتوب إلى الله عز وجل ويخاسب نفسهم وليست التوبة والاستغفار باللسان مقط وإنما التوبة والاستغفار لهم شروط لا بد أن تتوفر الشرط الأول أن يبتعد المسلم عن الذنب الذي تاب منه واستغفر منه أما أن يستغفر وهو مقيم على ذنبه فإن هذا استغفار استغفار كالنابي ولو أكثر من الاستغفار وهو مقيم على الذنب فإن استغفاره يحتاج من استغفار الشرط الثاني أن يعزم أن لا يعود إلى الذنب الذي تاب منه فإن كان تاب من الذنب وتركه موقتا وفي نيته أن يرجع إليه في مكان آخر أو في زمان آخر فإن الله لا يقبل استغفاره ولا يقبل توبته لأنها غير صحيحة والشرط الثالث أن يعزم الشرط الثالث أن يندم على ما خصل منه في حق الله سبحانه وتعالى ندامة عظيمة ويتصور هذا الذنب دائما فيهدث له استغفارا وجوبة جاء بالحديث أن المؤمن يرى ذنبه كالجبل يخشى أن ينقض عليه هذا هو الذي ندم على ما فات وأما المنافق فيرى ذنبه مثل الدباب الذي وقع على أنفه ثم قال هذه علامة التوقع وهناك شرط رابع إذا كانت المعصية بينك وبين الناس لأن غلبتهم في اهتمائهم أو أموالهم أو أعراضهم فالشرط الرابع أن تطرب منهم المسامحة وأن ترد عليهم حقوقهم قال صلى الله عليه وسلم إنه ناسا يوم القيامة يأتون بأعمال أمثال الجبال فيأتي وقد ظلم هذا وقد ورب هذا قد أخذ من مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته ولم يقضم عليه من المظالم من المظالم فإنه يغفل من سيئات المغلومين وتطرح عليه فيطرح من النوم فاتقوا الله عباد الله حاسبوا أنفسكم واعلموا أن ما أصابكم وما يصيبكم وما يحل بكم إنما هو بسبب دنوبكم وإلا فالله جل وعلا غفور رحيم لمن تاب وآمن وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فالتقصير إن ما هو منا نحن نحن الذين نسيء ولا نتوب أو نسيء ونزكي أو حسنا ولا نستغفر فما خل بالناس اليوم من تسفق الأعداء ومن التخويف والترويع الذي خل بالمسلمين إنما سببه المسلمون أنفسهم فلو أنهم اعتصموا بالله وتابوا إلى الله وحكموا شرع الله سبحانه وتعالى فيما بينهم لما تطاول عليهم كاهل بل صارهم يهددون الكفار كما كان في صدر هذه الأمة لما كانت مستقيمة على طاعة الله وعلى دين الله صار يخافهم أهل الأرض وقد قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر وقال وجعل الذلة والصغار على من خالب أمني فعلينا الجميع لن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن نتوب إلى الله من ذنوبنا كل إنسان يعرف ما عنده من الذنوب كل إنسان عنده أولاد في بيته أكثرهم وكلهم لا يصرون وهو سافق عنهم وهو يهويهم يهويهم في بيته وينفق عليهم ولو أن أخداً تكلم فيهم لجهت عيناه من الضضب أين التوبة والاستفاد هل قام أهل البيوت على من في بيوتهم هل قام الجيران على جيرانهم وإخوانهم فنصحوهم وأمروهم بالمعروف ونهوهم عن الوكر المعاصي تزيد والدخالفات تكثر ولا نرى لها تصحيحاً فيما بيننا إلا من رحم الله عز وجل فاتقوا الله عباد الله وتوبوا إليه جميعاً وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم أقول قول هذا أستغفر الله لي ولكم وليجميع المسلمين وكل ذنب فاستغفروه إنه هو الأقول الرحيم الحمد لله على قبله وأجساره شكرنا وعلى كلفيته وامقناته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانك وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى دوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه سلم تسليماً كثيراً أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن التوبة تجب ما قبلها مهما كانت لم فإن الله يغفره بالتوبة يغفر لأهل الشرك وأهل الكفر قل للذين كفروا يغفر لهم ما قد سنه يغفر لأصحاب الدنوب مهما عموت كان في من قبلنا رجل أتل تسعاً وتسعين نفساً ظلماً وعبواناً ثم وقع في قلبه أن يتوب لله عز وجل فسأل عابداً من العباد جاهل ليس عنده علم لكنه عابد فسأله أن له من توبة قال لا ليس لك التوبة فضرب عنقه وكمل به المنى غضب عليه لأنه اعتاد القتل فلما غضب على هذا الذي أفتاه بجهل قتله وكمل به المنى ثم ذهب إلى عالم من العلماء فقال له إنه ضتل مئة نفس ظلماً وعدواناً هل له من توبة قال نعم ومن يحول بين التوبة ولكنك بأرض سوء هذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناساً صالحين يعبدون الله فاعبد الله معه فتاب الرجل وخرج مهاجراً من أرض السوء إلى أرض الصالحين وبينما هو في الطريق حضره الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العداد ملائكة الرحمة يقولون إنه جاء تائباً مقبلاً على الله ملائكة العداد يقولون إنه لم يعمل خير المر فأرسل الله سبحانه وتعالى ملكاً يخكم بينهم فقال الملك قيسوا ما بين البلدتين البلدها التي خرج منها والبلدها التي ذهب إليها فقاسوا فوجدوه أقرب إلى الأرض الصالحة بشدر فقضرته ملائكة الرحمة وفي رواية أنه لما حضره الموت وعجز عن المشي صار ينوء بصدره إلى الأرض الطيبة فقضرته ملائكة الرحمة فغفر الله له فهذا دليل على أن التوبة الصادقة تنفن قبلها مهما عم من الذنوب والفضايا وأن لا نمرض من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرقوا على أنفسهم لا تقرقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب الجميع ولل تجلسوا من روح الله إنه لا يئس من روح الله إلا الضوء الكافرون ومن يضمط من رحمة ربه إلا الضالون ولكن لا بد من التوبة ولا بد من أسلاح العمل ولا بد من الإستقامة على ضاعة الله سبحانه والإبتعاد عن معصية الله والله يتوب على من كان ثم أعلموا عباد الله أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محبثاتها وكل مدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليهم بالجماعة فإن يدى الله على الجماعة ومن شد شد في النار إن الله وملائكة ويصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلوا وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد ورضى اللهم عن كلفاء الراشدين العلمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأجل الشرك والمشركين وجمع أعداء الدين واجعل هذا البلد آمناً مؤمنًاً وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين اللهم اخفض علينا ديننا وأمننا أمننا واستقرارنا في بلادنا اللهم لا تسلط علينا بدلوبنا بدلوبنا من لا يخافنا ولا يرحمنا لرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأسوله بنفسه وارد كيده في نحره واجعل تدبيره في تدبيره إنك على كل شيء مدير اللهم اجعل بأسهم بينه اللهم اشقر بعضهم ببعض اللهم اجعل بأسهم بينهم اللهم اشقرهم عن المسلمين اللهم دمّرهم تدبيره فإنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتائي للقربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيبكم لعظم التذكرون وأقولوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنفضوا الأيمان معنى توكيدها قد جعلتم الله عليكم كبيرا إن الله يعلم ما تفعن فاذكروا الله يذكر اشكروا نعمه يزلكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون